أنواع المسح هناك عدة طرق للمسح وذلك كما يلي حدد الخلية على سبيل المثال التي تريدها نريد إلغاء كل شيء من الخلية التنسيق وكذلك الصيغة الموجودة فيها والقيمة نختار هذا الزر ثم نختار مسح الكل ليتم مسح كل شيء التنسيقات والقيم اختر هذه الخلية ثم انقر على هذا الزر اختر مسح التنسيقات ليتم مسح التنسيق دون مسح القيم او الصيغ يمكن النقر على هذه الخلية يمكن اختيار مسح المحتويات دون مسح التنسيقات يتم مسح الان المحتويات والصيغ دون مسح التنسيقات كذلك يمكن اختيار هذا الامر وهو مسح التعليقات اذا كان يوجد اي تعليق مرتبط بالخلية يتم مسح جميع التعليقات المرتبطة بالخلية بالنقر على مسح التعليقات